نصيف زيتون نصيف زيتون مقطع فيديو على حسابه عبر انستجرام من أجواء غنائه في حفله الأخير في قرطاج حيث تصدر حديث المتابعين بسبب ردة فعله على غناء الجمهور معه ويظهر نصيف في الفيديو أثناء غنائه لمقطع من أغنية كذبة وركذبة حيث يقوم الجمهور بالتفاعل معه بشدة إذ بدأوا بترداد كلمات الأغنية بصوت مرتفع فما كان من نصيف إلا أن تأثر وتوقف عن الغناء وأرفق نصيف مقطع الفيديو بتعليق كتب فيه مأهور منك هالقلب وتفاعل المتابعون مع الفيديو الذي نشره نصيف حيث عبروا عن إعجابهم بصوته وشخصيته وأغنياته وفي التعليقات عبرت إحدى المتابعات عن تأثرها بغناء نصيف فكتبت جسمي قشعر في حين كتب أحد المتابعين تفاعل قرطاج دائما بالقلب من جهة أخرى كان نصيف زيتون قد تصدر بعدما نشر على حسابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها وهو يرتدي تي شيرت بلون وردي وطلب نصيف من جمهوره أن يتحلوا بالتفاؤل والنظر إلى الجانب المشرق من الحياة إذ أرفق الصورة بالتعليق التالي انظر إلى الجانب الوردي من الحياة وتفاعل متابعون صيف مع الصورة وتمنوا له نجاحات مميزة وحياة وردية سعيدة وهانئة كما نشر نصيف زيتون صورة تجمعه بكايلة ابنة شقيقه نالت إعجاب المتابعين وظهر نصيف في الصورة التي نشرها على صفحته الخاصة عبر انستجرام وهو يستمتع بوقته مع الطفلة الصغيرة على البحر إذ لفتت الأخيرة الأنظار إلى ملامحها الجميلة وعفويتها في سياق متصل كانت قصة الحب التي تجمع بين نصيف زيتون والممثلة اللبنانية دانيلا رحمي قد عادت إلى الواجهة من جديد حيث كشف موقع الفن تفاصيل جديدة حول الموضوع وبحسب ما أورد الموقع فإن علاقة نصيف بدانيلا ليست علاقة عابرة بل قصة جدية وقد تتحول قريبا إلى رسمية ويتزوجان على الرغم من سفر دانيلا إلى الخارج كما أن أفراد عائلتها يعيشون في أستراليا حيث ترعرعت وتقول المعلومات أن قصة الحب بدأت من جهة نصيف في البداية وتطورت لاحقا حتى أن أصبحت علاقة حب متبادلة ترجمة نانسي قنقر